وفي فقرة الصحيحة العامة كيف ما وعدناكم لي ما غدين تكلموا على واحد المشكيل الصعيب بزاف لان انا انا شو صخصيا والقلم اللي حسيت بيه نقدر نقولها دكتورا ما حسيش بيه في الولادة صح صعيب بزاف محمي بزاف هذيك القدية ديال الدفر ديال الرجلين فشيدخل في الحم را را بحل تيدرق في عينك فعلا صعيب بزاف ومحسد جيلتنا هم اللي هازدين اعطينا تحدث لك واحد الاعاقة خيبة بزاف في حياة كليومية فعلا فعلا هاد الان كارنيولا لما تفرق يدخل في الحم اللي محيطة به واحد المشكيل يمنتشر بزاف في الأسبوع نقدر نشوف ثلاثة حسر ربعا ديال الحالات اللي يخصنا نعرفوا بان هاد المشكيل باش مما قمنا بالعلاج جالو في الول باش مما كانت تفادوا انا نوصلوا لجرح ربعات المرات تفادوا الجراح انا غادي نفسر لك بان الجراحة الان تطورت بواحد شكل كبير بزاف انا نفاجدتو بسي بغي باش في انا يعيش واحد الوقت اللي حاولت كل الحلول وما مصدقوش هرمني كانت عندي 14 عام كان عندك هاد المشكيل انا نفسر هاد المشكيل شنو العريض الاول اللي كيبان هو ان انا كنحسو بواحد الالم في الدفر في الجهة اللي كي دخل في هاد الدفر في النحم فالول هاد الالم كنحسو بغل ما كنكونوا لابسين السبات وما كيكونش حمارار من بعد كيت تطور اكثر كيبدأ الحمار كيبدأو الالتهابات هايك البنصا كتبدأ كتأتت التسيل كتتسيل فالول غير بالما اللي كيكون فالاول TED قيم غير unsointme واحدة اللطيته كيتتأفة كيدخلوo dimịchروب للا Есть يدخلون الميكروب ويقعون تأفونات ويزيد الضفر ويدخل في اللحم وفي حالة لوقتها تنضي واحد للحمة ما بين الضفر وما بين الحم يتملو بغجان شاغني لذلك نصل إلى هذه الحالة الجراحة تقول لها الإلاج ما هي الأسباب؟ مسألة مهمة أننا نعرف الأسباب لأن هذه الأسباب كلها إلا قدرنا إما نجنبها أو نعالجها فما نصل لنا أصلا نقدرون نجنبها فعلا نقدرون نجنبها فعلا نقدرون نجنبها ما هي الأسباب الأكثر؟ أول شيء هو السبات عندما يدخلوا أحد السبات يكون ضيق علينا دي فوقت بالنسبة لذلك يدخلوا الليسان سباكت الله جيلاتهم يكبروا بصورة كبيرة ويتجدوا أحد السبات يدخلوا من الوان ويزيد الآن كان أفرح بأن الجن وخاص سبات يزير عليه غير يدخلوا بأشيبان فرقس هذا كيف؟ هذا كيف؟ هذا كيف يدخل الأطفال الجن لذلك ما يدخل السبات يزير الرجل؟ وبالتالي الدفر يدخل لنا في الحال لا يوجد حالات لا يوجد هذا السبب هذا السبب من أجل الأسباب إما السبات صغيرة لنا إما السبات مقبقا من القدام فهنا السبات مقبقا من القدام فهنا السبات مقبقا من القدام لذلك كل شيء يجب لذلك كان هناك غزء كبير أو احتمال كبير أن نتصوبوا بهذه المشكلة كذلك حتى التالون الكائب العالي لماذا ساميرا؟ لما يكون التالون الرجلين يكون تضغط كله إلى القدام ويقوم بحالة قلتي رجلين تزيد القدام ويدخل الضفر في الحال كذلك الطريقة كيف نقطع الضفر؟ نحن نعرف في حالة قدام كيف ندرل على قدام هذه القدام التي تضغط لنا كانت تقطع لنا الجناب لا لما تقطع الجناب كانت تزيد من إحتمال أن الدفر يدخل في اللحم يجب أن نقطع الضفر يكون مستطع يكون جميلة ويكونوا جنيبات وقفين خرجين من الحم أكثر لأننا كنت نقطعهم بحالة قلتي بحالة قلتي تقول اللحم تهجم على الضفر وكانت مسألة أخرى كان الناس يبحث عن الصباعتهم ليس مستطعاً ليس مستطعاً لأن الناس يبدو أن دفر أكثر تسمى وتشوهات أو تشوهات تشوهات أو تشوهات أو تشوهات أو تشوهات من الدفر أتسمع ساميرا كذلك لا لكس ما هو الواجهة ويكون له أصباة الكبيرة ويكون غادية هنا والجدر ويكون خارج في هذه الحالة يكون ضغط كبير على الصبع. كل اللي عنده تشوهات في صبع ديال الرجلين ديال وكتلقى صبع فوقه من صبع. ما كيش عامل عائلي لان انا اخوتي الجوج عندنا نفس المشكلة. ممكن اللي انا يقدر كنس عندكم اندي فغماسيون ديال لانجل ولا ديال الحملي محيطة بالانجل. كذلك الناس اللي عندهم امراض ديال الغيماتيزم والمفاصل كيكونوا تشوهات في الزغتيكولاسيون. دونك الدفر كيكون مش الدفر صبع كيكون شوية مأوش وخصا نقفوا بانها اي اي عوجاج في الرجل ولا في الاصابع كيقدر يديل هاد المسألة ديال ان الدفر كيدخل في الحم. كذلك تزيادة في الوزنة ساميرا. الناس اللي ما كيزيدوا في الوزن كيكون الاحتمال اكثر انه يوقع هاد المشكل. النساء الحوم كيوقع لهم بزاف اثناء الحمل. وكذلك من مورا الحمل نظافة ديال رجلين تهي مهمة. الناس اللي كتكون نظافة شوية قليلة كيكونوا متعرضين تهمل هاد المشكل. يعني هو مشكل مش غير ميكانيكي يعني خصدفر يكون خارج كيفاش النظافة سأثار على الدفر مالحل. اهلا انقول لك كي الناس اللي ما كيقطعوش دفر ديالهم كيبقوا دفر ديالهم طوال. وبينسوغ كيبدو يتضربوا مع الصباط وغادي 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 يدخل لهم. وغادي خلال. اكزاكتوب. كين سبب اخوار ساميرا وماليدخومااتيزم. ديفواء كين كون ميكون نتابوش كيلو كين كن ضربو صبا ديال رجل ديالنا مع شي طرف ديالشي طبلا. ولا كنلقوه بزاف عدناس اللي كي لابو الكورا. لان هادوك الاحديه ديال الكورا كيكونوا قاسحين من القدام. وكيكون لدخومااتيزم بيسكو كي لابو برجليهم. ذوك الصبا الكبير كيبقيت تضرب ديال الساف. اكزاكتوبون. هادوك الصدمات البوتة كبيرة كتقدرت تؤديل ان الدفر يدخل في الحل. دكتورة الحلول. حلول فهو نعرفوا انه باللول فش كيكو داك الالم غير لما كانوا يوركوه الى الدفر. وكيكون باقي ما حددتش تأفن lubburgen nd b. فهو نحن على السقمو. اكزاكت موكيف. وكيكون بسيطة. وشوء هو ان الشخص كنولى مايبقىش يلبس صبات لواحد المداد تقريبا 1-15. حسن ثلاثة تلقات الاسابيه. كنستعمل غير مطاهر. كريم مضابة للجراتيب كريم انتيبيوتيك بشوية بشوية حتى يجعل المشكل وكين واحد الاسيوس نقدر نقولها ساميرا قبطه طرف ديال السبغادغة واحد الشاريت وهذا الشاريت نحطه في جلب ديال تفر ما بين تفر واللحم ونجبده سبغادغة هنا ونجره كذلك 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 هذه المسألة تعاون بشكل كبير وهي بسيطاء سيكون غير جيدة دكتور عرف الشي كل مشكل صعيب كذلك عرفوش تعمل نمشي وانا فاشكنت صغيرة ما كنت عارفها نقول لك ناس ما عارفين شوي ان الاذافر مختصاص طبيب الجلد انا ماشي متحيز الاطباء الجلد ولكن كنضن بان هاد المشكل طبيب الجلد كي اعرفي يعالجو بطريقة مزيانة حيرافية حيرافية اكتر لان بزفت حيرافية من بعد كما قلت لك تبقى الجراحة الجراحة تطورت بزفة ساميرا كنا كان اصلا انها مؤلمة وصعيبة فحنا الان كندر واحد الحقنة اللي صغيرة وكندر تخدير موضئي اللي بغي مبسيط بزفة والامالية مكتدومش كسر من خمسة دقائق تقي بياساميرا ماكسموم عشرة دقائق هاني ان هاد الجمش لان نرى ما نقول لك الآلم اللي ستجني مورة وكان واحد تخد كبير من الجراحة فبصف ديالي باستيوني يقول لك افاك رأتني شي حل انا لم بغيت ندر الجراحة قالوا يا سيطر هاني انه يقول لك من قبل هاتف نيضه الضفر كامل لا نريده الآن نحيضه نحيضه الضفر التي تكون دخلا في اللحم لكن ما هو السيوس هو أننا نحيضها من الجذر واضح نحيض معها الجذر و نتكون أعمالية تسمى له ثمانيزازات ساميرا مهم هل تسقط له الجذر ثمانيزة ماديها في الاستيج و نتخلها في البلاسات باش هادي كلا ما تخص ما كسا عودش نهائيا تضوض الظفر ولكن بسألة مهمة بسف لغيس يديفو أنه يقدر يرجع ممكن إلا عودنا لبسنا صبات مزيّر راسي نغمال سي ميكاني ما عودنا الأسباب عود يجيون نسائل باش نكون آخر سؤال باش نخصمها للفقرة اللي مهمة جدا تنشوف مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما عارتون شوش أطيباء وعندما ينحط ايضا أسيائيين تيوريك طرق باش تحيد الدفر من الجنب واحد الموس وتسبل لقلق القضية السهلة وبهدك البوجون بادك تحت تستيسيانيتو ولكن غادي نفسر لك يا سابيرا ما حدك ما حيتيش لغاسين رخ سنوريك لغاسين رفاش كان حيدو لغاسين ركاد تلقى واحد أل سنتيمات على فتحها بطلينا تحت من الدفر تحت من الدفر لان ما بقناش كنفتحوني هائيان بحالك من الطرق جديدة حتى لغونيو استيتيك كيكون زوين دونك هاد الاماتريس كتكون قليين واحدة صف فصلة ثمانية سنتيمتر من هنا من جدر من الغاسين ديالان لانتحيد إلا ما تحيداتش مرك يقود ينود ويقود يدخل في الهند ماذا تقولي هاد الناس اللي سيمشو عند اي واحد باشي حد نوملك الدفر السبع عندهم خامج لا ميمكنش نفتحوا الدفر إلا ما خديناش للانتيبيوتيك اللي كانت تأفون لانا يلا كانت تأفون وفتحنا مشينا انشح ماشي بختص وماشي في الميدان الطبي يقدر يفتح لي قالوا كأندو تأفون الله يحفظ هاديك لابكتاري تقدر تضوز ليه الدب ويجير إنسي بتيسامي هي مسألة خطيرة يلا كنا في سبيع صدقنا في إنسي بتيسامي مسألة أخيرة ساميرة الناس اللي فاتوا عناوا به هاد المشكل معمرهم يشيروا صبات في النمرة اللي كيلبسوا دي ما يلبسون نمرة ولا نمرة زيدة واضح شكرا لك دكتورة ليلى بيشرا يريد تكون سمع سيد النصائح دي لك شحال هذه المهم تقدر تنفع أجل أخرى شكرا لك